مرة أخرى في عين العاصفة والاستهداف بالصواريخ من قبل الميليشيات الموالية لإيران ستة صواريخ أطلقتها الميليشيات وسقطت على حدود بلدة خبات في محافظة أربيل يقول الخبر وبينما لم تكشف السلطات في أربيل عن أضرار تذكر إلا أنها حركت جرحا لم يندم البعد حيث كانت إيران قد أطلقت الشهر الماضي عدة صواريخ أصابت مناطق بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية تلك التي اجتهدت حينها بالتأكيد أن الهجوم لم يكن يستهدفها ملقية للكرة في ملعب السلطات في بغداد وأربيل لمواجهة طهران والتي حولت بدورها العراق إلى ساحة لتصفية حساباتها مع كل من واشنطن وتل أبيب مواجهة يبدو أن كل من حكومتي أربيل وبغداد ليستا مستعدتين لها مع الصراع السياسي الدائري ومحاولة القوى الأكثر قربا من إيران الاستئثار برئاستي الحكومة والجمهورية وتهديدها باللجوء إلى العنف إذا خسرت حصتها وهو ما يعكس مدى تغول إيران في هذا البلد حيث سبق القصف على أربيل قصف آخر استهدف قاعدة عين الأسد بالأنبار والتي تتمركز بها القوات الأمريكية واقع تقول صحيفة الجارديان البريطانية أنه سيتجه للتعقيد أكثر مع ضغطة الأبيب على واشنطن لعدم رفع العقوبات على طهران وعرقلة الوصول إلى اتفاق نووي يرضي إيران التي تريده بشدة على الجانب الشعبي وفي ظل تحول العراق إلى ساحة مشتعلة لتصفية الحسابات الدولية يظهر أن غضب الشارع يتنامى أكثر ضد إيران مع توسع دائرة الفقر والفساد السياسي ذلك الذي يعيق التخلص من الطائفية والمحاصصة والنفوذ الأجنبي وإنشاء حكومة كفاءات بدلا من تقسيم الغنائم على جميع الأحزاب ما يرجح توسع التظاهرات ضد إيران وأحزابها في العراق